السلام عليكم احمد ريال من فريق اسمارة ان شاء الله سأكون معكم بهذا الفيديو نشرح عن بوردر ليوت متل ما اتفقنا بالفيديو الماضي بوردر ليوت هو عبارة عن ليوت منيجا بنظم الكمبوننص اللي بتنضاف عليه كيف طريقة تنظيمه قسمنا الصفحة لخمس اجزاء نورث ووست وسنتر ويست من هذا الحكيب تقدر تضيف كومبوننت واحد باي اتجاه من هالاماكن طبعا فيه تركات تاني ممكن نعملها لما نتعلم جايبانل نضيف اكثر من جزء بالنورث بالسنتر باليست فلنع لازم نعرف كيف شغال البوردر ليوت البوردر ليوت في الوضع الطبيعي لما انا اعمله قسمه بضيف في السنتر ولذلك نحنا زمان ما كنت احكي لكم ليش طلع معنى شكل غريب لما عملت Add وما كنت حاطت Layout كان فعلياً أول ما نضيف الـ Component ما نضيفه بالـ Center وبما أنه North والـ West والـ South والـ East مو موجود فيهم شيء فتمدد لكل لكل Layout فهلاً نحن نضيف Button على الـ Center وبعدين نضيف Button على الـ East ونرى ماذا سيحدث وبعدين على الـ West وبعدين على الـ North وبعدين على الـ South فنبدأ بالـ Code لحداً نفهم أكثر طبعاً بدي أشرح للـ Constructors أول شيء عندنا Constructors ما بيأخذ ولا شيء يعني Default وأنه هون واحد Horizontal Gap و Vertical Gap شو يعني؟ المسافة بين كل نجع الصورة بين هون و هون بين Horizontal و Vertical بين هاي و هاي و هاي يعني واضحة نبدأ بالـ Code هنا أنا لا أحتاج أعمل Set Layout New Border Layout لأنه هو Default فهو أكيد سيكون Border Layout بس لأني أنا بدي أستخدم الـ Constructors الذي فيه Horizontal Gap و Vertical فرح أضع فهاي 10 بـ 50 عساس تشوفوا الشكل لأنه فرق بيمين هلا بدنا نضيف الـ Center Button عليهم طبعاً ما نعمل أي كود فيها يعني بس هيكون عبارة عن Design فشو هنا كل الأماكن؟ عنا Center و عنا West و عنا East و عنا South و عنا North نعمل لش واحدة واحدة Center تساوي New J Button هاي Center الـ West تساوي New J Button للـ West و الـ East و الـ East يساوي New J Button هنطول بس بالكتابة North يساوي New J Button للـ North في شي ناسي سدر West East North South New J Button للـ South هلا خلونا نضيف أول شيء Center فشو بدنا نعمل؟ نعمل Add و نضيف Center شو سيعمل هيك لو كتبت بهذه الطريقة؟ هلا By Default لما اعمل Add و اضع Center و انا عم بحكي عن BorderLayout بيضعه بال Center فمو ضروري اضعه بالبراميتر الثاني تبع الـ Add BorderLayout.Center طبعا من المعلومات المهمة اللي انا ما ذكرتها هلا لما نضيف سنستخدم براميتر ثاني بالـ Add اللي هو بحدد موقعه و فيه عنده كمان خمسة Constance على عدد اللي Out الممكن نحطها فيه او عدد الـ Component اللي هي Center West East North و South و هلا رح نستخدمهم كلهم خلونا مران و نشوف ما حيصا Center و شايفين اخذت كل المساحة خلونا هلا انضيف مثلا East نشوف شو حيصي اوكي شوفوا انا ما عملت انا اضفت الـ East بعد الـ Center فالشو اللي صار انا قلت لكم باي ديفولت باخد الـ Center فاضاف الـ Center بعدين اضفت East فصار فوق الـ Component فكأنه شطبناه بطل يبين Center خلاص اختفى بصر لـ East لبطن تبع الـ East اما تبع الـ Center خلاص ما رح تبين فهلا اذا بدأو حطها بالـ East نجب اكتب Border Layout.East هلا تشوف شو حيصير طلعوا طبعا هاي الجاب اللي عملناها قبل شوي و شوفوا هون كيف الـ Center اخد كل الباقي يعني الـ East اخد الجزء اللي ادخل بالـ East والـ Center اخد الباقي كله فهاد عمل الـ Border Layout خلاص نضيف الباقي كلهم واحدة واحدة وبعدين مرة و نشوف كيف الشكل حيصير هاي مثلا North و Border Layout .North فشوفوا كيف اخد الـ North فوق طبعا انا كتيرا مزودها بالارقام هاي فعا خليها واحد بواحد و By Default انا ما حكيت هذا الاشي By Default بيكون عندنا الـ Horizontal و Vertical Gap 1 بيكسل فعا شفتوا هايك بيطلع الشكل لو اشلت لكم الـ East عساس تشوفوا شو حيصير في حال بس كان فيه East و North عصدي North و Center فالـ North اخد كامل مساحته وهون الـ Center فهيك بتكون بايت معكم مبدع عمله هلا بنقدر نضيف البعين Add West Border Layout .West Add مضال اشي North West East East في شاحة السوناسي South Border Layout .South و هاي هي كل الاتجاهات بين الـ East و West والـ North والـ Center والـ South فهاي هي فكرة الـ Border Layout و شكرا لمتابعتكم كان معكم احمد الريال من فريص ما